اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي السفير البريطاني في بغداد هذا الرجل المثير للجدل سبق وانخرج يعني تصريحات غريبة وحجيبة عن قرة القدم وانتقام وغيرها وتحدث عن أكل العراقي مرات وقضايا كثيرة الحقيقة وتحدث اللغة العربية جاء عليه الوقت أن يقول أن الوضع العراقي الوضع الآن في العراق الوضع الأمني في العراق فيه تهديدات على البريطانيين هكذا قال قال وأنا شخصيا أتعرض لتهديدات من قبل ميليشيات يعني خارج عن طاقة دولة وقال من الصعب أن أشجع أقربائي على زيارة العراق في ظل التهديدات والانفلات الأمني وعدم السيطرة على الأسلحة المنفردة هكذا قال وقال أيضا طبعا هو قال أن الميليشيات يعني ما عادت مشكلة عراقية هي مشكلة دولية صارت بسبب تورط العراق بها وإحنوية وفيها تهديد الشركات البريطانية وواجهت مشكلة تهديدات الشركات البريطانية العاملة في العراق وواجهت مشكلة تهديدات من قبل الميليشيات وابتزازها وطبعا هذا الكلام ليس يعني جديدا سبق وأن السفيرة الألمانية في بغداد قالت مثل هذا الكلام عندما سئلت لماذا لا نجد الشركات الرصينة الألمانية في العراق قالت أن هذه الشركات هي رصينة ولا تقبل أن تشارك في أعمال فيها رشاوة فيها ابتزاز فيها ابتزاز من من الدولة من وزاراتها من ميليشياتها من قواهي يبتزوها ويطلبون من هذه الشركات الرشاة في الوضع العراقي هذا وضع القضية ليست هنا القضية أن تصريحات السفير البريطاني قامت الدنيا عندما توقع عند الميليشيات وعند حكومة الميليشيات في العراق واضطروا أن الحكومة وزارة الخارجية الحكومة عن طريق وزارة الخارجية تستدعي القائمة والأعمال البريطانية في بغداد لأن السفير خارج العراق قالت وسلمت مذكرة احتجاج بأن تصريحات السفير البريطاني مست الشأن الأمني والسيادي بشكل يعكس صورة قاتمة عن العراق ما هو وضع العراق هذا قاتمة وضعيته صعبة ومؤذية هذا واقع الحال وأن وزارة الخارجية والحكومة تعتبر ذلك تدخلاً بالشأن الداخلي وخروجاً عن المهام الدبلوماسية المناطة للسفير الخارجية أيضاً قالت ضرورة ضرورة أن السفراء والسفارات كل السفارات الدنيا وكل الجهات التي تعمل في العراق ضرورة أن تنفتح على التجربة العراقية يعني شكل التجربة العراقية ما أدري شنية هذه التجربة البائسة الرثة من 21 سنة وصلت العراق إلى أعلى بلدان بالفساد والخراب والميليشيات والقتل والتهجير شنو هذه التجربة؟ التجربة التي سرقت فيها الأمال وبدتت فيها الثروات واللي الشعب مظلوم والأذى والسوء والخراب في كل مكان والتخلف والتعليم في أسوأ حالاته الخدمات الطبية في أسوأ حالاته الخدمات العامة في أسوأ حالاته صرفتوا على الكهرباء أكثر من 100 مليار دولار باعترافكم ولحد الآن الكهرباء غير موجودة شنو هذه التجربة العراقية التي تريدون أن تنفتاح على التجربة العراقية من زاوية المصالح المشتركة لاحظ يجبرون الناس على أن تتعامل مع العراق تتعامل بالمصالح المشتركة وتجنب ما يخالف الرؤية الجادة التي تعمل عليها حكومة العراق وين هذه الرؤية الجادة؟ ما أنتو أساسا خلونا حكومة في العراق وخلونا دولة في العراق حقيقية وخلونا رؤية وبرنامج واضح والشعب راضي عليه وبعدين تحدثوا الرؤية التي تعمل عليها حكومة العراق مؤسساتها الدستورية هذه دستورة مؤسسات معيط هذا الحدشي هذا الحدشي الحقيقة لا يلامون به من يحكمون العراق والذين تحدثوا بهذه اللغة تلام به الدول العظمى التي ساندت والتي أوجدت هذه التجربة أولها أمريكا وبريطانيا يعني بريطانيا الآن التي تحدث عن هذه التجربة هي الملامة لأنه هي من جعلت هذه التجربة يعني يجبر عليها إقليميا ودوليا جبروا الدول أمريكا وبريطانيا جبروا الدول على التعاون مع هذه التجربة دولية إقليميا ودوليا سواء بشكل مضغوط مصلحي عاملت هذه الدول وفتحت سفاراتها بالهراوة الأمريكية والهراوة البريطانية هذا واقع حال بالتالي الحديث الآن يعني كل واحد يتكلم بالكذب ويمدح الحكومة فهذا من حقه عندما يتحدث السفير البريطاني أو أي سفير آخر أنه هناك ازدهار في العراق هناك تجربة ديمقراطية هناك حرية هذا الكذب كله هذا مسموح به فهذا غير يستدخلا فيه عندما يأتي السفير البريطاني السفير الإيراني يفتر على كل الأحزاب الموجودة ووجههم هذا مو متدخل يجي قائد فيلق القدس الإيراني ويدخل إلى العراق ويفتر وفراحته وحتى بالزيارات يجون هم وحماياتهم هذا كله متدخل بشأن العراقي وهذا جزء من السيادة عندما يأتي وزير خارجي الإيراني ويجتمع مع كل في وقت الانتخابات يجتمع مع الأحزاب الشيعية ويوجههم وبالسلطة الأحزاب التي يقصد بالعملية السياسية يوجههم كيف يعملون هذا متدخل هذا يعني والتصريحات الإيرانية في أن العراق تابع عندنا وهذا متدخل أبدا بالسيادة ولا الاستقلال هذا ما لا علاقة لكن أنه تنتقدون أوضاع موجودة في العراق هذا التدخل ولا يكون قبوله ونزعل وسياسيا وما يصير يعني هو أساسا ما حدود العمل الدبلوماسي لديكم في العراق شنو حدود العمل الدبلوماسي أن يكون الإنسان ماديح لكم يعني يقول آمين على كل ما تتصرفون به هو هذا العمل الدبلوماسي تريدون ما هو هذا دولتك تطلب من عنده وواقع الحال هو يشير إلى هذا هذا وواقع الحال وهو والسفير البريطاني والسفير الأمريكي والسفيرة الأمريكية وكل السفراء ربما يزوروه في هذه الحالة الساكتين والذين يتكلمون يعني يعني لم يدلوا بأي تصريحة أو الذين أدلوا بتصريحات إما تكون إيجابية لصالح الحكومة وفيها كذب والدعاة ولا المصلحية أو الذين يتحدثون بشكل سلبي مباشرة بسيط يعني هذا الكلام الذي قاله السفير البريطاني هذا لا يعبر على يعني نسبة تقل عن واحد بالمئة مما موجود في العراق ما هذا واقع العراق كلها يعرفوه الواقع هذا واقع انفلات الأمن واقع العراق ولا سيادة ولا استقلال ولا وماكو أمان والشركة هذا واقع حال يعني هذا التزوير أما أن تزورون وتقولون أن العراق مزدهر وذول الحكومة راقية وهذه الأحزاب من أجمل ما يمكن يعني أي كلمة تخرج يعني مسيئة أو أو تنتقد الوضع الحالي فهي شاذة وتدخل بالشأن العراقي ولا يقبلون بها هذا الوضع الحقيقي يدلل على كم أن هناك خواء في الوضع العراقي كم أن هناك تجنياً على العراق وسلباً لإرادة العراق وهؤلاء الذين يحكمون العراق بلا عقول الحقيقة ولا تصرف ولا رؤية سديدة مع الأسف الشديد هوية العراق وشخصية العراق تحتاج للناس يحبون العراق ويحرصون على العراق ويتكلمون عراقياً باسم العراق هذا واقع الحال أما أنت تتكلم بلغة غير اللغة ومشاعر غير المشاعر وباتجاهات غير التجاهات ولا غير ولا هذه مشكلة كبيرة وعندك إطار معين لو هذا الإطار لو ما نقبل لو تمدحنا وتقول هذه التجربة رائعة وإحنا رائعين وأنتم مليانين فساد وخراب ودمار وميليشيات وطائفية وتعذيب وأذى وسوء وسجون وتهجير هذا كله موجود لا هذا ما موجود غض نظرك عنه وتكلمنه بأشياء خيالية لكي يصدخل الناس وهذه مشكلة كبيرة وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة